وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثمنة إذن في ضوء توجيه سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء أعلنتم عن بدء التنسيق الفوري لمباشرة استكمال تنفيذ خطة بناء تسعة مساجد في مدينة شرق الحد لو تطلعنا سعادة الوزير على مسار العمل لاستكمال هذه المشاريع بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم وأمسي على الأخوة والفرادة المشاهدين طبعا في البداية نسمى الاهتمام الكبير الذي يوليه سيدي صاحب السمو الملكي نامير سلمان بن حمد الخليفة ولي الأحد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدور العبادة بما يلبي احتياجات كافة المدن الجديدة من المساجد بالإضافة أيضا نسمى التوجيهات السموة في مباشرة استكمال تنفيذ خطة بناء جميع المساجد في مدينة شرق الحد وفي ضوء ذلك هذه التوجيهات بدأنا بالتنسيق الفوري مع كافة تلجيهات ذات العلاقة لاستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة في ذلك الشأن والوزارة ستعمل على تطريع وطيرة إنجاز جميع هذه المشروعات بإذن الله نعم سعادة الوزر كما في ضوء توجيه السموة أعلمتم عن بدء التنسيق مع إدارة الأوقاف للشروع فورا في بناء مسجد لحي الجليعة ومسوالي مع الإبقاء على الترتيبات الحالية للأماكن المخصصة لأداء الصلوات حتى اكتمال بناء المساجد في مدينة شرق الحد لو تطلعني أكثر عن هذه الترتيبات نعم بالفعل مثل ما تفضل يعني العمل قائم على استكمال أعمال بناء المساجد بالتنسيق مع إدارة الأوقاف كما تمت تهيئة مصليات مؤقتة للأهالي في المناطق المذكورة في شرق الحد إلى حين استكمال مشاريع بناء المساجد بإذن الله نعم شكرا لك سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشيون الإسلامية والأوقاف شكرا على هذه المداخلة شكرا